السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة سنتطلق اليوم إلى المجال الأخير منها مادة هندسة الطرائق وهو الكيمياء الحركية الكيمياء الحركية هي فرع من فروح الكيمياء وتتناول دراسة سرعة التفاعلات الكيميائية وآليتها اعتمادا على سرعة التفاعلات الكيميائية يمكن تصنيف التفاعلات إلى تفاعلات لحظية وهي تفاعلات سريعة جدا تنتهي لحظة التماس بين المواد المتفاعلة وتتم خلال مدة قصيرة جدا ما بين 10 أسناق ثمانية و10 قوان ناقص ستة ثانية مثل تفاعلات التعديل ثانيا التفاعلات البطيئة وهي التفاعلات التي تتم بصورة بطيئة نسبيا مثل تفاعلات الأسترى والإماه وكذلك التفاعلات التي تتم بصورة بطيئة جدا ويستمر التفاعل لملايين السنين مثل التفاعلات الجيولوجية كتكون النفط الآن سوف نتعرف على قانون سرعة التفاعل من خلال التجارب وقياس سرعة التفاعل تبين أن سرعة التفاعل تتناسب مع تركيز المواد المتفاعلة مرفوعة إلى أس معين يختلف من تفاعل إلى آخر يدعى هذا الأس برتبة التفاعل تم استنتاج قانون سرعة التفاعل لتفاعل من الشكل ألفا أ زائد بيتا بي تعطي جاما سي زائد سيجما دي فكانت سرعة التفاعل من الشكل VE يساوي إلى K في تركيز A أس M في تركيز B أس N حيث K هو ثابت السرعة ويتغير بتغير درجة الحرارة M هي الرتبة الجزائية للتفاعل بالنسبة للمتفاعلي A أما N فهي الرتبة الجزائية للمتفاعل بالنسبة للمتفاعلي B حيث المقدار N زائد M هو رتبة كلية للتفاعل القوانين المرتبطة برتبة التفاعل تفاعلات من الرتبة المعدومة تكون صيغة سرعة التفاعل من الشكل K في تركيز A الصفر ويساوي K أي تفاعلات الرتبة المعدومة تكون سرعة التفاعل ثابتة أما دلة الرتبة فتكون من الشكل تركيز A يساوي التركيز الابتدائي ناقص K في ت كما يوجد تفاعلات من الرتبة الأولى وتكون صيغة سرعة التفاعل من الشكل K في تركيز A أس واحد حيث تكون دلة الرتبة من الشكل لغة رتم أصفر على A يساوي إلى K في ت أما التفاعلات من الرتبة الثانية فتكون سرعة التفاعل من الشكل V يساوي K في تركيز A أس اثنين وتكون دلة رتبة التفاعل من الشكل مقلوب تركيز A عند رحظة زمنية ت ناقص مقلوب التركيز الابتدائي يساوي إلى K في ت وتكون هذه العلاقة صحيحة في حالة التركيز الابتدائي للمتفاعلات متساوية سندرس الآن تفاعلات من الرتبة الأولى ليكون التفاعل التالي من الرتبة الأولى A يعطي B تكون عبارة السرعة التكاملية من الشكل V يساوي إلى K في تركيز A أما عبارة السرعة التفاعلية فتكون من الشكل V يساوي إلى ناقص DA على DT إذن K في تركيز A يساوي إلى ناقص DA على DT ومنه تصبح العلاقة من الشكل ناقص DA على تركيز A يساوي إلى K في DT بالتكامل نجد العلاقة من الشكل تكامل DA على A من أصفر إلى A يساوي إلى ناقص K في تكامل DT من صفر إلى T فتصبح العلاقة لغارة A ناقص لغارة أصفر يساوي ناقص K في T ومنه فإن العلاقة يمكن كتابتها من الشكل لغارة تركيز A يساوي ناقص K في T زائد لغارة تركيز الابتدائي أو بتطبيق خواص اللغارة فتصبح العلاقة من الشكل لغارة أصفر على A يساوي K في T في التفاعلات من الرتبة الأولى يكون المنحن البياني إما أولاً لغارة A يساوي F في T وهو عبارة عن مستقيم لا يمر من المبدأ ميله سالب يساوي ناقص K أو العلاقة لغارة أصفر على A يساوي F في T ويكون المنحن على شكل مستقيم يمر من المبدأ ميله موجب K لتعيين ثابت سرعة K يوجد طريقتين إما الطريقة الحسابية أو الطريقة البيانية أولاً الطريقة الحسابية لتعيين ثابت السرعة K بالطريقة الحسابية نطبق العلاقة لغارة أصفر على A يساوي K في T ومنه فإن K يساوي إلى مقلوب T في لغارة أصفر على A وحدته مقلوب وحدة الزمن وهي إما بالثانية ناقص واحد أو الدقيقة ناقص واحد أو بالساعة ناقص واحد ولإيجاد ثابت السرعة بهذه الطريقة نحسب K من أجل قيم مختلفة لتركيز A وت ثم نأخذ المتوسط ثانياً الطريقة البيانية في الطريقة البيانية إما أن نرسم المنحنة لغارة أصفر على A يساوي F2T وهو عبارة عن مستقيم يمر من المبدأ ميلوه موجب وهو K فتصبح طنجنت ألفا يساوي إلى مقلوب الفرق في الزمن أي واحد على T2 ناقص T1 في لغارة أصفر على A2 ناقص لغارة أصفر على A1 ويساوي إلى K ثابت السرعة أو نرسم المنحنة لغارة أ يساوي F2T وهو عبارة عن مستقيم لا يمر من المبدأ ميلوه سالب وهو ناقص K فتصبح العلاقة طنجنت ألفا تساوي إلى لغارة التركيز واحد ناقص لغارة التركيز الابتدائي على T ناقص T0 يساوي ناقص K حيث T0 هي 0 الآن سوف ننطلق إلى زمن نصف التفاعل إن زمن نصف التفاعل TN2M يكون عندما تكون تركيز المادة المتبقية يساوي إلى نصف تركيز الابتدائي ومنه فإن A عند اللحظة TN2M يساوي إلى A0 على 2 العلاقة لغارة مأصفر على A يساوي K في T تصبح من الشكل لغارة مأصفر على 0 على 2 وهذا بتعويض التركيز A بأصفر على 2 ويساوي K في T أي لغارة مأصفر في 2 على أصفر يساوي إلى K في T N2M ومنه فإن لغارة 2 يساوي إلى K في TN2M وهذا باختزال A0 مع A0 ومنه فإن T نصف يساوي لغارة 2 على K بالحساب فإن لغارة 2 يساوي إلى 0.69 وبالتالي فإن TN2M يساوي إلى 0.69 على K نلاحظ أن زمن نصف التفاعل لتفاعل من الرتبة الأولى مستقل عن التركيز الابتدائي الآن سوف ننطلق إلى التطبيق يقول نصف التطبيق نعتبر التفاعل N2M3 يعطي NO زائد NO2 نتابع حركية هذا التفاعل بتقدير كمية المتفاعل N2M3 خلال أزمنة مختلفة ودونت النتائج التجربية المتحصل عليها في الجدول التالي الجدول الملاحظ على الشاشة يبين تغيرات التركيز بدلالة الزمن المطلوب أولا وضح بيانيا أن التفاعل من الرتبة الأولى ثانيا حدد بيانيا قيمة ثابت السرعة K ثالثا استنتج سرعة التفاعل عند 150 رابعا احسب زمن نصف التفاعل T&M الآن سوف نشرح في حل التمرين طلب منا أولا أن نبين أن التفاعل من الرتبة الأولى لتبيين أن التفاعل من الرتبة الأولى نحسب العلاقة لغة رتم أصفر على A يساوي لغة رتم N2 وثلاثة صفر على N2 وثلاثة وندوينها في جدول الجدول الذي تلاحظونه يبين تغيرات القيمة لغة التركيز الابتدائي على التركيز A بدلالة الزمن ثم نرسم المنحنة لغة التركيز الابتدائي على التركيز عند لحظته بدلالة الزمن المنحنة عبارة عن خط مستقيم يمر من المبدأ ميله موجب إذن التفاعل من الرتبة الأولى الآن تحديد قيمة ثابت السرعة K إن ثابت السرعة K هو ميل المستقيم نأخذ نقطة من المستقيم عند T مثلا تساوي 90 دقيقة ثم نأخذ الإسقاط على المنحنة K يساوي طنجنت ألفا وتساوي إلى 0.324 ناقص صفر على 90 ناقص صفر وتساوي إلى 0.0036 دقيقة ناقص واحد أي K تساوي إلى 36 في عشر قوى ناقص أربعة دقيقة ناقص واحد ثالثا استنتاج سرعة التفاعل عند T يساوي 150 دقيقة عبارة السرعة عند 150 دقيقة تكتب من العلاقة V عند 150 دقيقة تساوي إلى K في التركيز عند 150 دقيقة المنحنة أمامنا نقوم بإسقاط عند اللحظة T يساوي 150 دقيقة فنجد القيمة لغة لتم أصفر على A تساوي إلى 0.54 من البيان وجدنا أن لغة لتم أصفر على A يساوي إلى 0.54 دقيقة أي لغة لتم أصفر ناقص لغة لتم أ يساوي 0.54 وبالتالي فإن لغة لتم تركيز A يساوي إلى 0.54 بما أن لغة لتم أصفر يساوي 0 فإن لغة لتم أ يساوي ناقص 0.54 وبالحساب نجد أن التركيز A يساوي إلى 0.582 مول على اللتر الآن سوف نحسب التركيز عند T يساوي 150 دقيقة ولكن بطريقة حسابية لدينا العلاقة لغة لتم أ على أصفر يساوي ناقص K في T يستلزم أن التركيز A على أصفر يساوي إلى أصية ناقص K في T ومنه فإن التركيز A عند لحظة زمانية T تساوي إلى التركيز الابتدائي في أصية ناقص K في T ويساوي إلى 1 في أصية ناقص 36 في 10 قوى ناقص 4 في 150 دقيقة بالحساب نجد نفس القيمة التي وجدناها بطريقة البيانية وهي 0.582 مول على اللتر ومنه فإن السرعة عند 150 دقيقة تساوي إلى K في التركيز عند 150 دقيقة بتطبيق عددي فإن السرعة عند 150 دقيقة تساوي إلى K الذي يساوي إلى 36 في 10 قوى ناقص 4 في 0.582 وهو التركيز عند اللحظة T يساوي 150 بالحساب نجد أن التركيز عفوا بالحساب نجد أن V عند 150 دقيقة يساوي إلى 2.1 في 10 قوى ناقص 3 مول على اللتر في الدقيقة رابعا طلب منا حساب زمن نصف التفاعل بما أن التفاعل من الرتبة الأولى فإن زمن نصف التفاعل لا يتعلق بالتركيز الابتدائي ومنه فإن T أندومي تعطى بالعلاقة 0.69 على K أي T أندومي بتطبيق عددي أو بتعويذ K بقيمتها 36 في 10 قوى ناقص 4 فإن T أندومي يساوي إلى 191.6 دقيقة وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية سلسلة الدروس المقترحة لمادة هندسة الطرائق أتمنى لجميع الطلبة المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا التوفيق والنجاح دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء